إذن السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نجيب عن سؤال ورد لنا في التعليقات كيف ننفي التكافؤ؟ ستعلم كيف ننفي التكافؤ؟ إذن نفي التكافؤ يعني نادرين في التمارين ولكن هذا سؤال مشروع والتالي سنحتاجه أيضا حتى في الدرس المجموعات يعني لماذا؟ لأننا سنعرف تساوي مجموعتين باستخدام التكافؤ وأيضا سوف فأنا تحدثت في فيديو آخر عن نفي الاستلزام وكذلك مجموعة ضمن مجموعة أخرى يمكن أن نبينها بتكافؤ وليست ضمن يمكن أن نبينها بنفي التكافؤ أو بإتبات نفي التكافؤ أو نفي الاستلزام إذن نفي التكافؤ مثلا أن يكون لدينا عبارة P تكافئ العبارة Q فإن العبارة P تكافئ العبارة Q إلا نعتبر هذه عبارة A عبارة عن تكافؤ عبارتين فالعبارة A هي تكافؤ العبارتين P و Q نريد أن نبينها يعني نفي العبارة R يعني هي P تكافئ Q نفي ديالها إذن هنا لا نعلم في الدرس كيف نديره النفي ديال تكافئ يعني لا نقوم بإتبات خطأ بين هذه إذن ما نعمل؟ نحاول أن نكتب هذا التكافؤ باستخدام استلزامين يعني لا بد للإشارة على أن لأن P تكافئ Q فهذه تتعني تكافئ P A A ثم تكافئ ما هي P يعني كيف غنبينه P P باستعمال الروابط المنطقية هي نفي P أو Q A وهنا نفس الشيء نفي Q أو P إذن الآن أصبح من السهل إعطاء نفي هذه العبارة فنفي هذه العبارة بسيط باستعمال قوانين مورغان وبالتالي فإن P يكافئ Q باستعمال تكافئ نفي هذه العبارة هي P باستعمال أو Q A Q باستعمال أو P تكافئ إذن هذه العبارة سأقوم بها للواد مورغان للواد مورغان ماذا تقول إلي عندك P و Q نيغاسيون هي P باستعمال أو Q باستعمال إذن عندما نريد أن نفي هذه العبارة P باستعمال أو Q A Q باستعمال أو Q باستعمال أو 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 كي باغ أو بي لطو باغ إذن نفي هذه العبارة إذن ندره نفي بي نفي بي مرة سين وغاترجع أ وندره كي باغ وكي باغ باغ وغاترجع أ وندره باغ إذن تكافئ باغ باغ هي بي نفي نفي عبارة هي العبارة بي إذن هذه هنا تكافئ لنقول تساوي بي كي باغ هي تكافئ بي باغ وكي باغ إذن نفي بي مرتين هي بي اي كي باغ وكي اي باغ إذن لنفي العبارة تكافئ بي تكافئ كي باختصار إما كان بينا بأن بي اي كي باغ صحيحة أو كي اي باغ صحيحة وضح يعني إذن بمعنى آخر تي وانفي كي أو كي وانفي تي ترجمة نانسي قنقر